موسيقى بعد أيام من دخولها العناية المركزة فادت وسائل أعلام محلية مصرية بوفاة الفنان سهير البابل عن عمر نهز ثمانين عاما وكان الدكتور رضا طعيمة سهر الفنان الراحل قد كشف عن آخر تطورات الحالة الصحية مشيرا إلى أن الحالة الصحية للفنان الكبيرة قد ساءت أكثر خلال الأيام القليلة الماضية إثر تعرضها لغيبوبة سكر أدت إلى عدد من المضاعفات البابلي هي من موليد 14 فبراير من عام 1947 وقد تميزت في إتقان اللون الكوميدي وكذلك الدرامي ولها رسيد هائل من الأعمال الفنية والسينمائية والمسرحية كذلك بالانتقال إلى آخر التطورات أو تناول مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الممثلة المصرية وكذلك عن عمر نهزة الثمانية أو الأربعة وثمانين عاما أيضا تم فتح العزاء في عموم مصر وهذا ما كشفته أو أعلنت عنه أسرتها وكشفت كذلك تفاصيل وحقيقة يعني وفاة الفنان سهير البابلي بسبب توقف عضلة القلب عن العمل داخل غرفة العناية المركزة هذا ما كشف عنه كذلك الدكتور رضا طعيمة زوج ابنة الفنانة المصرية سهير البابلي وأكد أن حالتها الصحية قبل الوفاة كانت حارجة للغاية وكذلك ربما بسبب أيضا طول المدة التي أنضطها الفنانة الكبيرة سهير البابلي في العناية المركزة بأحد المستشفيات بعد تعرضها لأزمة صحية ومثل ما ذكر تناقل رواد ومواقع تواصل الاجتماعي خبر وفاة الفنانة المصرية الكبيرة سهير البابلي ويعني في المدة الأخيرة انتشرت أخبار كثيرة حول عدم قدرة أسرتها على تكفل بمصاريف علاجها ودفع المستحقات المتوجبة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة